اهلا بحضراتكم مرة تانية واول فقرتنا الحوارية في البيت الكبير. تلاتة زي ما اتكلمنا مع حضراتكم تلاتة من النقاد الرياضيني الكبار. اكيد عاشوا برضو لحظات توتر كبيرة جدا مع فرقتنا في النادي الاهلي ولحظات كمان سعادة كبيرة جدا بعد طبعا الفوز بالغالية السمراء معانا مشرفنا النهاردة الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود صبري اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا. انت ان الحياة دي انت بتغيره. استاذ محمود صبري ازاي يا حضرتك? اخبارة كيف منورنا. ايوة كده الدحكة الحلوة. ما شفتهاش دي قبل المتش? اه? قبل المتش قلتني بص. قال لي قبل المتش يا كابتن هاني انا حمشي كان معنا تقريبا يوم التلاتة. يوم الاربع. يوم الاربع. قال لي هنكلمك ان شاء الله بقى بعد المتش مبجوع ان شاء الله نكون فرحانين يا. منورنا والف مبروك. مبروك ليك وطبعا. وللقناة وللناس كلها. اه طبعا. والجماهير. اهلا بحضرتك. منورنا دايما. شرفنا. 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 دايما مجمعين في الخير كده. دايما. دايما ان شاء الله. اكيد بنا استمتع دايما واستاذ المشاهدين بالحوارات. طبعا في ملفات كتيرة جدا. هنتكلم فيها. بس الاول لازم نبرك لكم على الفرحة وفرحة الفوز. ان اول مرة تقريبا بعد الفوز صحيح. اه طبعا. استاذ محمد. استاذ محمد. استاذ جمال. فعايزيني بارك لكم على الفوز كبير ده. وتقولوا لنا بقى احساسكم بقى برضو. احب اعرف شعاركم كده. وحضراتكم بتتابعوا المباراة الغالية دي. استاذ جمال. الله هو احساس لا يوصف. رغم المعاناة اللي احنا عشناها اثناء المباراة. يعني احنا انا شخصيا عشت اثناء المباراة كل كل المشاعر اللي ممكن تلاقيها في الدنيا. أول خمس دقائق قلت الأهلي النهاردة. قلت الأهلي النهاردة هيعمل ماتش سكور. نتيجة عالية. يعني هدف بعد خمس دقائق قلت لأ ده اليوم يوم الأهلي. بعد الربع ساعة ولا تلت ساعة الأولى ابتديت أقلق شوية على الأداء. تبتدى يبقى فيه نوع من السيطرة لنادي الزمالك والاستقواز. آه ما أنا بقول يعني بعد الربع ساعة الأولى فابتديت دخلت في مرحلة اللي هي القلق. استمر القلق معايا برضو وجيه هدف شيكابالا. هدف رائع وكل حاجة. بس لو جابه في أي حد تاني كنت حابقى مبسوط بيه قوي. يعني هو حلوة بس مش النهاردة. يعني مش النهاردة الهدف ده. المهم طبعا فضل القلق فضل مستمر طبعا. حتى الهدف اللي أنا بقول أنه هو فكرني. يعني أولا هو تصرف فردي جدا. وفكرة جات لمحمد مجدي أفشا. أنا بعتقد أنها في لحظتها. لأنه هو لم الكرة بطريقة معينة. بطريقة حتى محدش متوقعها. يعني بعد الكرة تردت من مرمى الزمالك. جات قدامه هو لمها واخترق وسط اللعيبة. وأحرز هدف أنا عايز أقول أنه من أغلى أو يمكن يكون أغلى الأهداف اللي أحرزها الآلي في الفترات السابقة. لأنه هدف مش هقول أنه هو لوحده اللي هو بتلاتة ونصف مليون دولار. لكن على الآل له قيمة كبيرة جدا في تحقيقة زي البطولة. اللي كان كل الجماهير والنادي الآلي والأهلوية كلهم مستنينها من سنين. يعني كل سنة أنت قلت تخسر في آخر محطة. بالنهاية وصلنا النهاية جزا بره. بالضبط. طبعا يعني عايز أقول الأهم حاجة في المشاعر دي بقى العشر ده الأخيرة. اللي هما كان فيهم ألأ رايب برضو. اللي هو بعد الهدف برضو أنت قاعد مش مطمئن أنه زي ما حصل ده ممكن يحصل حاجة تاني. فأنت قاعد برضو فهي مباراة إجمالا مستيرة جدا وجميلة جدا وأجمل ما فيها طبعا تتويج نادي الآلي باللقب. لقب غالي وهدف غالي ويمكن من أحلى الأهداف اللي تعملت في البطولة دي. وأفتكر كمان أنه من أغلى الأهداف على قفشة هو بنفسه أل كده. أستاذ محمود عدت عليك اللحظات الأخيرة في المباراة إزاي؟ أنا بكتب المباراة. الإيه؟ لا أقوله ما تحركش يعني أقول برحة. لا لا أستاذ محمود متعودين على صراحه يعني. أستاذ محمود لا أنا بجد يعني كنت متضر تتسأل بها ما تكلمتيش عشان تباركلي بس يعني. كان متوتر جدا مصراحة. كنت بقامل تحليل المباراة في الأهراني. طبعا مكتب. أنا مجيك قول ديها خمس سواتين سبت الآن مع أنت عملتك. أه إذا كنت بتشغل وأنت. أنا بشتغل وأنا متفرج. يعني سبت الألم وعقدت لأ خلاص. بقى السنة بقى العشر ده يعد على قير. أنا حاب ما تضمنش إيه اللي يحصل. لكن أنا شايف البطولة دي هي أكبر يعني إنفوس فيها هي أكبر من بطولة. يعني مش بطولة كل ده. دي بطولة اسمها انتصار للأهل. للأهل فقط. الكيان نفسه. الكيان نفسه عادت له الروح بعد. يعني أقول سلاس سنوات صعبة جدا متقلبة. أزمات على مستوى كبير جدا محن كثيرة مرت على هذا النادي. تحملها طهول إدارة تحملته الجماهير تحملته اللاعبين بالتدريب. ولكن أراد ربنا سبحانه وتعالى أن ينصف هذا المكان. وأن يقول المكان ده لن سيبقى. لن يختفي. لن يستطيع أحدا ينال منه. هي دي الرسالة الواضحة من الفوز ده. الهدف أن يجيب الطلاد في ديها 85. يؤكدك على الروح. يؤكدك على أرادة ربنا في الدفاع بشكل أبقى. قل زي ما أنت عايز. قل زي ما أنت عايز. قل الأهل تراجع في المباراة. قل ما تكلمنيش عن الفنيات. بعيدا عن الفنيات. بعيدا عن الفنيات بكل شيء. لكن فيه إصرار. فيه حاجة قالت للرجل ده. رح في الحتة الفنية دي. يعملها كده خلاص تلس الماتش. المعنى أكبر من نتيجة بطولة كابتن هاني. والمعنى أكبر في أنك أنت المكان ده لازم يتحفظ عليه بشكل آخر. ده كيان من الكيانات الرياضية الكبيرة. لازم الحاجات الكبيرة عندها بلدنا. الكيانات الكبيرة أهلي زمالك إسماعيل المصر. في الناس الحاجات الموجودة دي كبيرة عندنا. اللي حافظ عليها لازم نحافظ عليها. لأنه حفاظ عليها معناها استقرار الدولة. معناها استقرار حاجات كده. شوفنا حجم الفرحة. يمكن أنتم كنتوا هنا. إحنا كنا موجودين في الأهرام في الأخبار. عادنا أكثر من الساعتين عشان نعرف نروح. من الشوارع المعفولة جمهيلة اللي خرجت. لا فرحة كبيرة. الناس اللي قفلت التيتشو حوالين التيتشو. لا فرحة كبيرة جدا. دي نقطة مهمة جدا. انتظرها الجمهور الأهلي. اللي هو البطأ الحقيقي فعلا. اللي قدت معالية. مجلس الإدارة. وخد الكابتن محمد خطيب تحمل ما لا تحمله أحد بأمانة شديدة. أنا عاوز أقول مبروك. دي بداية لعودة عشر سنوات أو سبع سنوات سيمان بإذن الله تعالى. لمزيد من الأطولات. عندك بطولة بكرة. عندك بطولة يوم عشر ديسمبر. كل الحاجات دي. يعني أتمنى إن شاء الله يكون فيها التوفيق للنادي الأهلي. عجبتني يا أبي جملتك اللي قلت فيها. إن تتويج البطولة دي تيعد إنصافا للنادي الأهلي. مش مجرد بطولة وكسبناها وخلاص. لا. إنصافا للنادي الأهلي. يعني للي حصل الفترة اللي فاتت. يعني كانت فيه ظروف كثيرة جدا عندتك. زي من قول شوية. فكان فعلا الفوز بيها مهم جدا. عشان بيحمل معاني كمان أخرى. غير الفوز بالتتويج. غير الفوز ده بتحمل. غير الفوز بالتتويج. فصري دموع الكابتن. يعني فصري دموع الكابتن في المقصوة. وسجوده على الأرض بطريقة. دي بتحوي معاني كبيرة جدا. للي شافها ولي ما شافهاش. يعرف حجم الضغط اللي تعرض له رئيس النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت. وحجم الصمت اللي صبر فيه على كل الزاء المعنوي. وحتى مش عاوزة أقول البدن الزاء المعنوي هو أخضر ما في الأمر. البطولة دي جاءت للأهل. وعرف أخضر حجم ما في الأمر إيه؟ الصمت. لا طبعا. الصمت. إن أنت كنت حريش طول الوقت إن أنت مطردش. حتى سخروا من الصمت. لا بس خلي بالك. حتى سخروا من الصمت على رأي. موضوع الصمت دي ويمكن نتكلمنا في النقطة دي. في لقطة كان أعتقد كان أفشا أو حمدي فاتح بيحضن كابتن محمود الخطيب. فإحنا أسألنا أفشا وكان بيقول لك إيه؟ قال لي كابتن الخطيب ما قال ليش حاجة بس حسيت وهو بيحضنني إنه عايز أقول حاجات كتير جدا. من دمن الحاجات دي أعتقد في وجهة نظر الشخصية إنه بيقول له شكرا وهو ده الرد اللي كان. هي اللقطة دي. أولا دموها كابتن محمود الخطيب والحضن ده وتوقفش قال لي ما قال ليش أي حاجة بس حاسس نعايز يقول لي حاجات كتير. حاجات الكتير اللي كابتن محمود قالها من جوا إنه بيشكر اللعيبة إنه بيقول اللعيبة هو ده الرد. أنا ما بطلعش أرد على إهانة وإحنا متعودين في النادي الأهلي. الرد يا جماعة فين؟ في الملعب. الرد يا جماعة فين؟ الرد بالبطولات. لأنه هو ده النادي الأهلي وهو ده كان النادي الأهلي. أستاذ محمد القوسي يعني برضو هناخد يعني ردود أفعالك إيه أثناء المباراة. تابعة المباراة إزاي بكل السيناريو اللي مر بيها. وكمان سؤال للجميع بعديها نقطة من الأول السطر. نفتكر من سنة تقريبا تسعين لتلاتة وتسعين كان فيه تلات سنين عجاف على النادي الأهلي. ومن تلاتة وتسعين انطلق النادي الأهلي بجيل مختلف من تلاتة وتسعين لألفين ببطولات كبيرة جدا. وكانت مباراة أعتقد نادي الإسماعيلي مع النادي الأهلي كان نقطة الانطلاق لهذه المسيرة الطويلة. هل ده يطبق مع هذه المباراة؟ إنه هيكون إن شاء الله نقطة من أول السطر. وإن هذا الجيل قادر خلال السبع سنين اللي جاية أو عشر سنين اللي جاية إنه يحقق بطولات كتيرة جدا؟ لا بالنسبة لنادي الأهلي بتبقى المسألة بالنسبة له مجموعة من الأجيال بتسلم أجيال وعملية متواصلة. وكل جيل بيجي قد دوره لغاية نقطة معينة ويكمل الجيل اللي بعديه يعني في المسيرة. يعني ده مش معناه أن الجيل اللي قابله كان متوقف هو جيه بدأ مرحلة جديدة. لأ ده جيل يكمل وأضاف نجمة جديدة للتامة النجمات اللي موجودة في النادي الأهلي. إنه تمنى أن الجيل ده يكمل ويضيف نجمة واثنين وثلاثة ويتيجي بعدها أجيال تانية تضيف وتكمل المسيرة. لأن النادي الأهلي يعني جيل وراء جيل بيسلم أجيال وراء أجيال بتسلم بعضيها من 1907 لغاية 2020. وأعتقد أن ده ناج والسياسة موجودة في النادي الأهلي. أصد اللي بقى في مباريات ساعات بتتحط مباريات كده نقطة انطلاقة لبطولات. بداية مرحلة جديدة. بداية مرحلة فيها بطولات مستمرة. المباراة دي بالنسبة للنادي الأهلي أو بالنسبة للجمهاري النادي الأهلي أو بالنسبة لنا كلنا. أنا كنت شايفها دي واحدة من أهم المباريات في تاريخ النادي الأهلي. أنا الحقيقة من صحتنا بدأت تشوف كورا أو شجع النادي الأهلي عمري ما عاشت هذه المشاعر ولا هذه الأحاسيس اللي أشتاها في المباراة دي. الحقيقة كانت واحدة من أصعب المباريات اللي أنا عاشتاها. لدرجة ان انا بدأت اتحرك للمباراة ان انا تبعها من الساعة سبعة يعني انا طبعا عايش جو الماتش من يوم الجمعة الصبح يعني. بس ادقات من الساعة سبعة كنت بصدد اتخاذ قرار ان انا ما تفرجش على الماتش. ما تتفرجش على الماتش? ما تتفرجش على الماتش. لكن كانت عندي مشكلة كبيرة جدا. ما بين الصعوبة اللي هنواجهها وانا هتفرج على الماتش. وما بين ان انا اه ان ده شغلي. ده لازم شغلي مرتبط بدرجة. وشغلي مرتبط بدرجة كبيرة جدا. ازاي هعمل شغلي وانا مش هتفرج على الماتش. وازاي هقدر هتحمل التسعين دي قديل حقيقة. يعني كانت عملية صعبة. فلما احنا كنا كده فكنت بقول الله يكون فعون اللقايبة والجهاز الثاني اللي موجودين في ارض الملعب ازاي. يعني هادروا يتحركوا ويشتغلوا بالشكل ده. دي كانت مباراة صعبة. وصعوبتها مش للنهاية. انت لقابت نهايات كتير جدا. لقابت 13 نهاية قبل كده. ولقابت نهايات واخر اربعة سنين لعب ده التالت نهاية بالنسبة لك. صعوبتها في مواجهة فريق اللي هو المنافس التقليدي والاكبر لك في القرى والاكبر لك في مطر. والدرب الاعظم ليك اللي هو نادي الزمالك. وده دليل يا جماعة على ان مباراة الاهل والزمالك مباراة لها طبع خاص. انا اعتقد وفي ظني بعيد على المستوى الفني. يعني يعني الدرب اللي هو بين برشلونة وريال مدريد. ما يجيش في الاحاسيس. مش في الكرة يا كابتن نهاي. اه زي اللي بين الاهل والزمالك. الاهل وزاك متغللين جوة الشخصية المطرية. مكتوب من اكبر خمس دربية على مستوى العالم. لا 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 احساس المطريين بالاهل والزمالك يا كابتن. كبير قوي. صحيح. لدرجة انا اه اه لما كنت عدت تفرجت على المطرش في ناس بتعيت. يعني قررت تتفرج عليه. اه بعد طبع. اه اه. دخلت الساعة تساعة كنت رايح الاهرام. اه. ورجعت علشان اتفرج على حداء الاهرام تاني. اه اه اه. وانا وقد قرار بحاول ان انا استهلك الوقت في الطريقة عشان ما لاحقش المطش. لكن لقيت نفسي برجع اه اه قبل المطش من نص ساعة. ورحت نادي حداء الاهرام. اه. لقيت لقيت النادي تقريبا كما يكون اشبه باستاذ القاهرة. مليان على الاخر. مليان على الاخر. مثلا بالرغم فيه مثلا يجيست سبع شاشات. استاذ القاهرة بالزبط. اعدى ناس والدنيا مقفولة تماما. وصمت شديد جدا. دعوة عدت رحت واخد كرسي وعدت في مكان منفصل لحظة عشان يتابع من وراه. طبعا كانت لحظاتها عصيبة من البداية طبعا نفس مشاعر اللي عايشها الاستاذ الجمال انك تعيش من اول لحظة لاخر اللحظة. لكن الانفجار بالنسبة للعشاق الاهلي كان في الديئة اللي سجل فيها افشا قول. الخمسة وتمالين. الحقيقة فجأت بالناس. اللي بيرقص واللي بيشيل واحد. فجأت واحد جاي بيشيل وبيكر بيها في النادي ما اعرفتش. فجأت حاجات كثيرة جدا بتحصل. وانهيارات عنالية صديقة عديلي اغمى عليه لما جيت جون. يعني هو فرح ورح اي منطع حصل. ندل قاعد مثلا دقائق في حالة اغناء كاملة. ففي حالات كثيرة جدا. وحالات كثيرة يا بصد محمد. الحمد لله. وحالات كثيرة جدا. فمشاعة ده دليل على ان الماتش ده كان بالنتبقى. مش مجرد ماتش كورة. لا. ده انت بتواجه نادي الزمالك. اه بتواجه نادي الزمالك في واحدة من اهم البراد في التاريخ. الماتش ده مش هتنساه الاجيال اللي متى عشرين سنة جاعة على الاقل. الاجيال اللي عاشته وشافته يعني. اه اه هيديك دور ابطال افريقيا. هيخليك تكسب الزمالك. هيخليك تلعب على السوبر الافريقي. هيخليك تلعب كاس عاملة اندية. يا هذيك تلعين او نص مليون دولار. هيديك مجد ادب ومجد يعنوي. ايه المباراة دي. صحية. ده مباراة كومبو. امههههههههه. واستاذ محمد الاوسي اعرفنا مشاعركم طبعا كانوا قادر وطبيعة المباراة ازاي واعتقد مشاعر. سيدا اه معزم. معزم معزمنا. واعزم من الجماهير المصرية لكن ردود افعال ما بعد المباراة واستاذ محمد. شفتها ازاي من خلال انت رأي لك بقى ما بين الناس شفت شفت ردود الأفعاد دي ازاي؟ بص يا كمتن هاني أنا يعني في ردة أفعال شفتها دي مرة قبل كده لما مصر تعالت لكاس العالم الأخيرة بتعالتنا دي ولما كنا بنلعب هولندا لما تعالتنا مع هولندا وخرجت الناس في الشوارع بتحتفل في كاس العالم تحتفل طبعا كانت هنا مطري بقى له ليلة المباراة بعد انتهاء المباراة فجأت أن تقريبا مصر كلها كانت في الشارع أو يعني غالبية المطريين أنا كنت متخلن القاهرة بس بتحتفل اكتشفت أن كل محافظات مصر بتحتفل من أسوان لغاية مطروح والناس طلع في الشارع وعيرة نارية واحتفلات حتى القرى عندنا في المكان رجل صعيد ومن أسيوت والقرية بتاعتنا والقرى اللي جنبية الناس طلع بتحتفل في الشوارع دي أمرها ما حصلت يعني احنا القرويين أصلا من عادتنا أو الناس الفلعين لما بيروحوا يعودوا يحتفلوا بيحتفل في البيت لكن انه يطلع يحتفل في الشارع بنتيجة مباراة القرى ما تحصلش دي بتحصل لناس هنا اللي طلع في الاستاد الناس بتوع القاهرة والمدينة هنا لكن ما تحصل في الأرياب وفي قرى مصر وفي نجوعة وفي كفرة حاجة يعني رسالة وتعدي وتروح الوطن العربي يا رسالة محمد وتعدي وتسافر والفرحة تسافرت يعني لا شفناها أكثر من دولة الحقيقة لا إزاي بقى أصلي مباراة خلينا نحطها طبعا في إنها مباراة ترخية دي مباراة ترخية لعوامل تكلمنا فيها قبل حتى المباراة على المستوى الاتحاد الأفريقى أول مباراة في توكم أول نهائي ما بين فريتين من بلد واحدة بتقوم في مصر أول مباراة بتبقى من نوك أوت مباراة واحدة بس مش شكل جديد شكل جديد وجزء كمان للدالو باليو كمان أنك بتلاعب نادي الزمالك ونادي الزمالك يمكن في الدوري تفوق عليك في السوبر تفوق عليك فكل الأجواء دي يعني أحيطت بها كده نوع من أنواع عهيبة المباراة ومكسب كبير نقطة تانية كابتن السنة دي تحديدا النادي الآلي تعرض لغدوم غير مبرر من جميع الجهات في جهات كتيرة جدا تكاتفت على أن هي تحرج النادي الآلي يعني حتى اللعيبة اللي مشي يعني لما تيجي تشوف كذا لعب ترك النادي الآلي في وقت معين برضو غياب الناس دي كلها أنت النهاردة بترد أن النادي الآلي يمكن الجملة معلش أنا هستوقفها كنوطة واحدة عندي اللي برضو استوقفني يا أستاذ جمال للأسف حتى يعني ما عرفش ما قاردش حتى على السوشيال ميديا وما كانش فيه تصريح مثلا أن الشريف إكرامي بيبارك للنادي الآلي أن رمضان صبحي بيبارك للنادي الآلي يعني أنا الحاجات دي بقف عندها شوية يعني بالعكس أنت عارف اللي عجبني إيه أن عمر السلية جوه قدت اللبس قال أنا بشكر مين بايلر كان ليه جز رمضان صبحي كان ليه جز شريف كان موجود ده النادي الآلي وده عمر السلية من جوه قدت اللبس بعد الماتش على طول فليه لأ الناس دي يعني بمن حضرك يحسب لك ويحسب لإسم النادي يحسب للفريق و للإدارة و للنادي أنه هو أي مجموعة دي أول مرة محدش الآلي بمن حضر الآلي بمن حضر الماتش ده اللي موجود فيه اللي بدأ و ما كانش فيه ولا واحد كسب بطولة أفريق بالزبط غير موسيماني بس غير موسيماني طبعا ده يدل على كلاما فده يدليل على كلام حضرتك فعلا الروح نفسها تحس فعلا أنها روح النادي الآلي موجودة بقى في أي حد بيكون موجود يعني من الشرط ده لأنه برضو لازم نقتنع بحاجة مهمة قوي وكل لعيبة مصر يقتنعوا بأن اللعيب في النادي الآلي بياخد دفعة معنوية قوية كبيرة ودفعة قوية جدا اللي هي بتخليه بطل نشوف برضو اللعيبة اللي بتمشي بتروح فين أو بيبقوا إيه مع كل الاحترام اللي بيجي النادي الآلي بيبقى لوحة بقية مختلفة يعني أنت بتتكلم على كيان فعلا يعني ما بنقول كيان إحنا مش بنبالغ ولا بنقول كده مجاملة يعني يعني انتصاراتك متتالية يعني ما تلاقيش فرقتك دي أو النادي بتاعك ده قعد مثلا خمس سنين من غير بطولة ولا سبع سنين من غير بطولتين عشر عشرين بطولة بس في فرق بين يعني أن أنت تكون النهاردة يعني لاعب مميز أو مش مميز يعني خلينا اللعب عادي واللعب المؤثر يعني يمكن أنا برضو كمان عايزة أذكر أفشف الموضوع ده لأنه النهاردة أفشة أصبح من لعيبة النادي الأهل المؤثرين يا أستاذ محمود يعني النهاردة شفنا أفشة بيسجل في الهلال السوداني في السودان في الوداة في المغرب اليوم في مصر فالنهاردة كل أهداف أفشة ومع المنتخب الوطني برضو مع المنتخب الوطني صحيح النهاردة أصبح محمود كاموينية النادي الأهل برضو بنفس اللعبة أصبح من اللعيبة المؤثرين وأصبحت حتى أهدافه مؤثرة في النادي الأهل بص حدك هو أفشة في الوقت أنت كان عندك مشكلة بأمانة بعض عبدالله السعيدي أنت كانت فترة على رقم عشرة عمل عندك مشكلة في الفرقة أنت عدت تدوري وتتجرب لغاية ما إيه لقيت ضلتك ظهرت شوية مع فايلر لكن الوضع كان مختلف مع المسلماني المسلماني زي ما قوي خلاص أطلق أفشة في الملعب كيف ماشا لاعب يشبه الرعد أنا سميته كده لاعب لا تصع لا تعرفش تبسكه لا يعني يشبه الرعد الرعد يختفي وزر في أوقات ويروحه بيجي بسرعة وخفة استحق يعني وربنا كفقه على جهده وعلى تركيزه وربنا الداله اللقطة المهمة جدا في الحدث لما تيجي تتكلم انت وتقول وزي ما بقاله أستاذ جمال عن النادي الأهل هو لعيبة ومش لعيبة يعني هذا هو الفرق بين الأهلي الأهلي لم ينسوا ولد أزاره فقال لك هنرسل للمديليا بتاعته لأنه شارك فيه وأكيد النادي الأهلي الناس كانت موجودة سواء شريف الكرامي سواء رمضان صبحي حتى 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 معشور برضو ندي أهلي مهما يحدث مش هينسى برضو هذا المشوار ما يبقى فيه حالة زعل بين الأب وابنه لازم حتى الإبن يعني نقول لهم لازم حتى الإبن يقدر حتى يعني أنه أبوه هو اللي رباه وأنه هو اللي كبر وهو اللي عمله كان أقل له أبسط حاجة مهما يكن حتى لو كنتوا دايدوا حتى كان الجمهور بتعامل معكم بطارية كان يجب عليكم تتهنوا بيتكم وناديكم وتتغلبوا على الكلام ده لأنه في الآخر ستبقى رسالة واضحة أنه كنتوا أبناء فعلا للنادي الأهلي مهما يكون نادة الاحتراف اختلف والدنيا اختلفت لكن عاوز أقول الأهلي سيبقى والأشخاص زائلون النهاردة ده قاعد بكرة مش ماشي لكن الرسالة رسالة كانت قوية جدا مهمة جدا الأهلي بفضل الله تعالى كل العناصر تدعيم بالصفوف في الوقت الحالي أثبتت وجودها لسه الأهلي قدامه كتير زي ما أنت قلت السؤال السابق هل هي نقطة من أول السطر نقطة من أول السطر ونقطة مهمة جدا ووقفة أنك لازم يتم بناء الكامل للفريق بتدعيم صفوفه بالعناصر اللي هي نقص مستقبل إن شاء الله أكيد إن شاء الله أستاذ طبعا محمود أستاذ محمد المشكلة كمان مش مشكلة دلوقتي زي ما بنقول نقطة من أول السطر وإحنا بنبدأ مش هنقول بنبني فرقة جديدة النهاردة طبعا في القائمة استغناء عن صالح جمعة وإحمد الشيخ وبجي فيما بعد يعني دايما جميل النهدي تقول لك نقطة من أول السطر فيما بعد شايف رؤيتك إزاي لمشوار النهدي فيما بعد وخاصة عندنا مباراة نادي الاتحاد عندنا إن شاء الله مباراة السوبر للأفريقي كان أعتقد كمان كان نهدة بورجان كانت طالبة إنها تلعب المباراة يحتاجوا بعملوا بس الجو بس كده تفاهم بالزبط شايف رؤيتك إزاي للفترة اللي جاية وملف في النادي الأهلي عندنا إن شاء الله تلت بطولات كاس مصر وعندنا السوبر وكمان عندنا إن شاء الله كاس العالم يمكن ما حدث النهاردة وظهور لعبين جدد ووجوجة جديدة بتغير في شكل الأهلي الفني وإضافة قوية وتدعمات فنية كبيرة جدا للنادي الأهلي تدعمات للنادي الأهلي في الخطوط التلاتة لو بدأت هتلاقي بدر بنون في الخط الخلفي سفقته المعارب هتلاقي ناصر مهر وأكرم توفير أو وسط الملعب هتلاقي صلاح محسن هتلاقي أحمد ياسر ريان هتلاقي محمد شريف هتلاقي طهر محمد طهر أعتقد تدعمات قوية جدا ويحتاجها نادي أهلي خصوصا في الخط الخلفي وخصوصا في الخط الأمامي الخط الهجوم النادي الأهلي محتاج دعم كبير جدا هيكون فيه محمد شريف إضافة كبيرة جدا هيكون أحمد ياسر ريان إضافة كبيرة جدا هيكون صلاح محسن برضو إضافة كبيرة جدا وفيه قناعات كبيرة جدا من مسلماني بالناس دي هو اللي جايبها هو اللي مختار هو اللي محددها بمنتهى الدقة هيغيروا شكل النادي الأهلي لأن أولا متوسط العمار بتاعهم صغير جدا في الأشرينات. في أوائل الأشرينات كلهم. لما يقولش عندك سبعة تمن لعيبة في الأشرين بيتزلك بمتوسط العمار اللعيبة. ده بيعليلك طبعا بالإضافة لبعض الخبرات اللي موجودة طبعا مهمة جدا وموجودة. لكن ده حيعلي من القيمة الفنية النادر آلي. أعتقد أن الناد آلي يكون شكله مختلف تماما. طبعا الآلي قد مستم كبير جدا. وتأثر بعد قرونه بشكل كبير جدا. والحمد لله ميشي في البطولة الأفريقية وربنا سترها وعدى وقدر يحقق اللقب تتويجا لجهوده كلها. كان صعب جدا كمان أن الناد الأهلي يوصل ثلاثة فينل وما يخدش البطولة. لما يوصل في سبعتاشر ويوصل في ثمنتاشر ويوصل في أشرين. فكان لابد أن الناد آلي مع عمرها ما حصلت مع الناد آلي يوصل ثلاثة فينل وما يخدش البطول. البطولة دي كمان كابتن أنا بسميها برضو بطولة رد الاعتبار. بطولة رد الاعتبار لأن الأهلي نجح خلال هذه البطولة وخصوصا من دور التمانية إلى الفاينل في يعني رد اعتباره أمام كل الفرق اللي حق قدامها نتائج سلبية في السنوات الأخيرة. في دور التمانية لما قابل ساندوينز اللي كان مقابله في 2019 وأقصى الأهلي. الأهلي أقصى في البطولة دي. وتزبه هنا بشكل مريح جدا وكان قبع قوسينا وقدنا نكسابه في مباراة العودة هناك. دور النصف النهائي الوداد اللي خد منك البطولة في 2017 قدرت تقصيه وتكسبه الرايح جاي. نادي الزمانك اللي واخد منك السوبر المحلي قدرت وكسبك في الدورة قدرت تكسبه في بتهامل عليه انتصار كبير جدا يعني. فالأهلي رد اعتباره بشكل كبير جدا في البطولة دي. أعتقد أن كما ستكون دفعة الصفقات الجديدة ستكون دفعة ومقوية للنادي الأهلي. إلى أي مدى كم بيحتاج النادي الأهلي لأبناءه سواء المعارين أو التدعمات عن طريق الصفقات. أما طهر محمد طهر وبدر بنون. شوفي أقولك هو فعلا النادي الأهلي. يعني أنا كنت متابع أبناء النادي الأهلي اللي هم انتقلوا في إعارات للأندية الأخرى. بجد يعني أنا كنت شايف أن هم يستحقوا جدا يعني مسألة إعارة اللاعبين دي برضو ما هي ما بتكونش اعتباطية. يعني تبقى مدروسة. أنا عندي لعب كويس. لكن ما بيلعبش أساسي. فبعيره لنادي آخر عشان ياخد فرصة خبرات. وياخد خبرات ويثبت وجوده ويثبت لي أنا كإدارة أو كإدارة فنية. أن أنا قدر أعتمد أنه هو جدير بالاعتماد عليه. فأنا بعتقد أن الجزء ده نجح جدا. اللي هو أن أنت طلعتي ولادك لعبتك برة أظهره كل ما عندهم من إمكانيات يعني فيه لعب مثلا ما سمعرفش ده كان فيه اتجان وييجي وتلغى. لو هو محمد فاروق مثلا. محمد فاروق كان محمد فاروق كان في فترة معينة أنا لما كان بيرعب في الناد الآلي أنا كنت بشوفه لعب كويس. هو كان كله كلام على السوشيال ميديا ما فيش حاجة. لكن أنا بتكلم على إيه أن أنت أما بتطلع لعبتك برة أنت بتديهم فرصة يبقوا أساسيين في عندها أخرى. ما هو عندي مش حيبقى أساسي. وممكن ما ياخدش فرصته. يعني أكرم توفيق مثلا ما كان موجود ولعب صحيح وكل حاجة. بس مش واخد الشكل اللي هو تقدر تقول أنه بينمي موهبته. فس هو العيب يكون تعرف يا أستاذ جمال لو ما بلعبش في الملعب. لو رجلين مش في الملعب حتى. وده اللي أنا بقوله هو لو هيعود احتياطي حتى ممكن يشعر بالملل. ممكن مستوى يقل فنيا وكله. فشيء جميل جدا قرار الاستعادة بعض أو هؤلاء المعارين بالإضافة للتدعمات الجديدة زي بدر بنون وطهر محمد طهر. دول إضافة مية في المية. يعني بكرة يا أستاذ محمود تفتكر ممكن نشوف بعض اللعيبة داية. يعني احنا عندنا من الاستفاقات. ده عندنا كمان اتنين من الاستفاقات عندنا بدر وعندنا طهر محمد طهر. ومن الاعراض اللي رجع عندنا اكرم توفيه عندنا صلاح محسن وعندنا ناصر مهد. تفتكر ممكن نشوف محمد شريف كمان على فكرة من اللعيبة المميزة جدا جدا وكان ليهم دور. ده في دوري وماشاء الله معانا على التلفون. محمد مساء الخير. هو تحسد بس. عامل ايه اخبارك ايه مبروك. اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك محمد. طمنا عليك اولا طبعا احنا عارفين كان يعني كان فيه مسحة ثلاث ايجابية طمنا عليك محمد اعمل ايه دلوقتي واخبر يمكن المساحات ايه وهنشوفك قريب امتى في الملعب ان شاء الله. اذا كانت عملت مسحة الزارح وثلاث برضو ايجابية. اه بقالي عشر تيام كده. الموضوع طوي له يعني. انت بتشعر باعراض يا محمد ولا يعني بس حامل الفيروس. هو انا اول وسبوع ما حسستش بحاجة خالص. اه. بدأت اخذت بالاعراض من ثامن يوم. اه جسم سيخن جدا وبدأت اخذت بالاعراض من ثامن يوم. بس المهاردة يا حسن. المهاردة يا حسن الله. ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله تقوم بالسلام وترجع تاني ان شاء الله. ما تقلقش ان شاء الله هي بتبقى. وزي مؤسس جمال قال لي انت يعني اتحسد. اه هو مجرد انه هو اتقالن ويرجع النادي الالي. هدف المنتخف كالنا. ربنا يا ربي اقوم بالسلام. اعطى تبص هو محمد ما شاء الله من ابرز اللعيب اللي بتغلقه خلال الموسم. وعامل موسم اكتر من رائع بصراحة مع امبي وتاني هدف الدوري. وما شاء الله بتلعب في كذا مركز يا محمد. انت اعتقد في امبي كنت بتلعب طرف يمين وطرف شمال. وبتلعب شادو سترايكر وبتلعب براس حربة. فما شاء الله عامل موسم اكتر من رائع. عايزين تمحاتك بقى مع النادي الاهلي. وحسيسك بعد عودتك للنادي الاهلي من سنة اعتبر يعني سنة قوية جدا في الدور المصري. داخل ازاي بتمحاتك ايه مع النادي الاهلي الفترة اللي جاي ان شاء الله. اه كده كبير طبعا النادي ترجع انا دايزة سبعا شرف كبير الواحد. اه طبعا اه كده الفترة الاولانية دي في الدنيا دي ما كانتش موفقة قوي. ما لقيتش فيها كتير. فانا راجع بطبوط مصطلف. وان شاء الله يعني فترة اللي جاية تشتغل على نفسي اكتر من كده. ووقت رفق ان شاء الله جمهور بإذن الله. وبإذن الله. وبإذن الله كم معانا بقى واحنا بنطمع النهارده او بنطمح للعشرة. فان شاء الله انت كمان احد نجوم النادي الاهلي اللي يحققوا البطولة دي كمان يا محمد. ان شاء الله. احنا طبعا البطولة التسعة دي كانت غايبة كتير. فالفرحة بتقيتك. من نوع خاص. طبعا. اه بذب. لما تكون حاجة كده غايبة عنك. يعني انت الدوري ممكن فرحة الدوري تبقى عادية من زي. اعتدنا عليها. دي حقيقة. لاب. لاب. لما تكون في اشاء الله. ان شاء الله محمد. وانا على المستوى الشخصي باهنيك كمان على المستوى الدولي انت ما شاء الله كمان مع المنتخب مصري. بتقدي وبتنزل وبتسجل من اول ما بتنزل بعدية بتلات دقائق. بتسجل وده. بيدل انك في معدن كمان على مستوى الشخصيات الدولية موجودة. وانت عارف ان 내 نادي الاهلي انت عارف. وان ساعات الناس بتقول. فانلت النادي الاهلي تقيلة فأنت قادر. وإحنا عندنا ثقة فيك. والناس كمان مستنية الكثير منك إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. أنا عايزاك محمد أبل منختم معك على التليفون. تكلمنا عن ثقة موسماني اللي ادهى لك. وإنه يعني عايز بشكل كبير يعتمد عليه. تكلمني عن الثقة دي. عملت معاك إنت إيه؟ وفرقت مع محمد شريف إزاي؟ والله يوم من أول يوم جينا في المحادي. من أكتبع شرعاني الواحد يتمع مع اللعيبة اللي معروفة كلهم. أه. تكلم معنا. يعني صراحة رجل مصقف جدا تكلم معنا. أنا محتكوا. أنا محتكوا. ومشتم موجودين معي في العدد دي. أنتوا لعيبة مهمة بالنزالي. وجايين أنتوا مضافة. مش جايين بسعوده. فأنا لو أنتوا أنا مش شايف فيه. طبعاً اللي هو بيقضي بيحفظنا للمرخلة الجاية. دا كان شيء مهم. وطبعاً بجانب طموحاتك الشخصية كمان. أكيد المدرب أو المدير الفاني. دا الكلام بتاع المدرب طبعاً حاجة وطموحاتك انت السخصية ولنفسك انت حاجة ثانية طب. دا حقيقة. إحنا عندنا ثقة كبيرة جداً والجماهير على فكرة عندها ثقة كبيرة جداً فيك يا محمد. وخلي بالك الثقة دي كمان بتحط عليك مسئولية. وإحنا عندنا ثقة أنك قد المسئولية. أنت لعيب كبير. لعيب مميز. إن شاء الله مشوارك على المستوى المحلي مع النادي الأهلي ببطولات. وكمان على المستوى الدولي. على المستوى الدولي. مهم زي ما بتقول سهام كده ترجع لنا الأول بألف سلامة وما تقلقش. يعني طالما ظهر أعراض يبقى جسمك بيقاوم وانت يعني إن شاء الله رياضي وحتقوم بالسلامة قريبة ونشوفك إن شاء الله مع النادي الأهلي بتحقق بطولات كتيراً إن شاء الله. بالتوفيق شكراً لك كابتن. كابتن محمد شريف كان معنا على التريفون أكيد الحدث اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه ده حدث تاريخي حدث رياضي تاريخي. النهاء الأول بين الأهل والزمالك عايزة تكلم بقى عن إزاي وسائل الإعلام والصحافة من وجهة نظر حضراتكم إزاي كلمت وسائل الإعلام الرياضية عن هذا الحدث الأستاذ جميل. تبعت وسائل الإعلام إزاي؟ طبعاً يعني بستي أنا نلاحظ طبعاً من أول لحظة إنه فيه تغطية شاملة جداً. تركيز أصلاً إحنا خلينا وقائيين إحنا كصحفيين وأصدقائي وزملائي موجودين. طول عمرنا النادي الأهلي هو رقم واحد مثلاً في توزيع الصحف المصرية يعني مش هنروح حد عنده أخراد لو حد معطرد على كلامي لا يعني كان حتى بيبقى فيه نسبة التوزيع طبعاً كان مثلاً بيبقى في رؤسات تحرير كان في رؤسات تحرير زمال كوية طبعاً يعني لما بيبص بقى لما النادي الأهلي بيكسب لا لما يعني أعداد الصحب يعني أعداد الصحب أكثر يعني يتمنى هو كزمال كاوي بيتمنى الزمال كيكسب عشان التوزيع بس كتوزيع كصحفي يقولك لا الجرمان يكسب لا علاقة بإيه؟ لا علاقة بشعبية والجو ده يعني مفيش كلام وبالتالي كل الصحف وكل وسائل الإعلام تحولت إلى احتفالية للنادي الأهلي ليس مجاملة للنادي الأهلي ما احنا هنرجع للقصة اللي هي الناس كتير بيعودوا يقلقوا نفسهم بالتفكير فيها هل الأهلي بيتجامل؟ يعني هل أنت لما بتهتم هل أنت ما تيجي تشوف حتى حجم بطولات حجم انتصارات ما أنت لازم تتابع يعني أنت لو فيرو موضوعي أنا من وجهة نظري لو فيرو موضوعي لازم النادي الأهلي هيبقى واخد الحيز الأكبر من أدائك الإعلامي لأنك بترصد أحداث في البعض مش بيتساءل البعض بيجزم يعني بيجزم إنه الأهلي بيتجامل لا 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 مش بيتساءل ما هدي فرصة بس يا أستاذ هلعب على الوطر إزاي هو هلعب لك على وطر جمهور إزاي لازم يلعب ده بقى ده تسجيل بقى صوتي هو مش بيسأل يا أستاذ محمود هو بيجزم لا 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 ده مش كده ده هو مجهزه هو عارف حضرتك لو أنت عارفة لو عملت إيه لن يتغير التفكير خلاص فيه سطنبا واحدة كده ماشية مهما أقنعته إن أنا مهما أقنعته معانه إيه معانه على فكرة لما تجي تتكلم لو يعني هقول لك إيه بس لما سألت حد من أستاذي الكبار سألته يعني لما يعني إدايتي جدا من كتر الكلام ده سألته قال لي ده بأسألك سؤال مين الأستاذيب؟ لو تجامل لا براش أقول لي مش ده حد الأستاذيب حد جامد يعني ده لو تجامل يتجامل في بطولة هيتجامل في مية وستين بطولة في التاريخ في التاريخ ثانيا هل المجاملة هل أنت لا تستفيد يعني أي فريق ما بيستفيدش بيستفيد من أخطاء هي المشكلة في التحكيم ما براش نريح ندخل في التحكيم والحوادية عشان ده إيه هزع الناس هزع الناس مننا نالهم فيها كلام إحنا عارفينه ومشاهدين عليه لكن المسألة أنك أنت عاوز تقل من الأهلي وعاوز تنال منه كل مشكلتك سايب نفسك وناديك ومركز مع الأهلي يعني إيه لو إنت حاولت تطور نفسك عشان تصل إلى الوصله الأهلي المجهود اللي بتعمله في النه يجب عليك في نفسك يعني خليك ايه عالج إنت بتعمله يعني شوف إنت أخطاءك شوف أي حال لكن إنت تشاغل نفسك جاي واحد اثنين واحد بيطلع الأول والثاني ونفسي يطلع الأول ففتاعله هو عاوز يطلع النفسي يطلع الأول قاعد طوله اللي يفكر هو يطلع الأول إزاي؟ يعني ما بزكرس عرف لو ذلك ممكن يبقى زيه. ماشي. لكن لا هو تعبوا. ازاي بيجيبها من فين. طب مين بيساعدوا. طب في حد قريبه واستاذ في الجامعة. طب لا. يعني عرف انت ايه. بيدور على مخرج حتى يبرر لنفسه حالته اللي هو وصل لها. وده المناطق اللي قدى ليه. انه يبقى فيه نوع من الحقد والحسد. ودولة بقى قفتين. انت بتعرفونش. اصبحت امر غريب جدا. الاهلي ماشي كده في الطريق. في طريق ومكامل. انت بقى مجموعة اخرى. ها. لعبت على وطر جمهور. جمهور فيك على فكرة. صح. جمهور الزمالك. جانب منه واعي كبير جدا. صح. في البعض الشباب اللي هم متعصبين. زي ما برضو في الاهل في مجموعة من المتعصبين برضو. عاوز اقولك ايه. يعني زي المشهد الاخير واللقطات اللي احنا منحبش نقولها. وانعدها لانها اتكررت مش النهاردة. اتكررت من 2015 ومن قبل كده. والكلام كتير. محتاج يبقى عندك منظومة سلوك. اللي يخرج عنها يتعاق اتفق معك تماما. يعني بص. لازم يبقى فيه قانون رادع. لانه لا احد يقبل ان انا وانت او حضرت. يبقى فيه ساعة. ماشي او ساعة موجودة. لا يمكن حد يقبل ان حد ينال من حد. عشان نكون واضحين. صاحب محمود النهاردة. كل مشائعة في امريكا الجنوبية. اتوقف لعب من اللعيبة. اتوقف ثلاث مباريات وراء بعض. فهنا القانون يطبق لا محالة. هو ده العلاج. انه القانون يطبق. هو ده العلاج. عشان ما نبقاش احنا محددين برضو كابتون هنا. المسألة في الفريق المنافس. لا انا شايف احد الفرق. مشجيعي. احد الفرق. اللي هي ما لهاش علاقة بالبطولات. انا بقى اقولها بمنطقة. يعني مش هقول مين بقى. عشان ما نزودش تعصب. انما احد الفرق اللي ليست. لا ليست معروفة. بانها بتاخد بطولات. حطين فنيلة الآلي على الارض. وبيعملوا يعني. بيدوصل. يعني. انا عايز بس اقول. عايز اوصل منها. عايز اوصل منها النقطة. ان دول صور هم بين. يعني. المجموعة دي. انا شوفها. صورها بين فين بس كوت ليه يعني. لا. الصور. الصور الاشخاص موجودين. ولما. لو. لو الجهات المعنية. عايزة تقبض عن الناس دي. بمنتهى البساطة. لا يتجاب. يبقى اذا. اذا المسألة. ممكن جدا استيطرة عليها. بس ما نفوتش حاجة. ونمسك في حاجة. طب انا اقول. لازم. اه. 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 من نشيش على سطر. بالزبط يعني. اه. مختصر للكلام دوت. احنا بنتكلمش لما بيبقى فيه لايحة. بنتكلمش على اهل وزمالك. وبنتكلمش على مسؤول الاهل. كل الانديا. بالزبط. بالزبط. احنا بنتكلم يا جماعة. لايحة تطبق على الجميع. واللايحة لما تطبق على جميع بقى فيه نوع من انواع العدالة. اه. استاذ اه. استاذ محمد برضو اه. يعني شاركنا في الجز ايادية. وخاصة في فاصل. طيب. حاسق الحضرتك في جزئية مهمة جدا. الجزء الاول. احنا بنتكلم على النادي الاهلي. على المستوى المحلي. لكن كمان على المستوى العالمي. اهتمام العالمي بفوز النادي الاهلي بالبطولة الافرقية. حضرتك شفته ازاي. ونقطة تانية. الموضوع اللي بنتكلم عليه بالنسبة للوايح والقوانين. وخاصة النهاردة كان فيه اجتماع في اتحاد الكرة. بالليحة الجديدة. ناخد اللي جابه من حضرتك. بس بعد الفاصل. حضرتك مرة تانية. يمكن قبل الفاصل يا استاذ محمد. كنت بس على حضرتك في جزئين. الجزء الاول. كنا بنتكلم على اللوايح. ما نتكلمش على اهل وزمالك. بنتكلم على لايحة واضحة. تطبق على الجميع. خاصة ان الاتحاد المصر كان عنده النهاردة اجتماع. للرطوش الاخيرة لللايحة نيعية. هل تقصد لايحة العقوبات واللايحة النظام الاساسي؟ لا. خلينا في العقوبات. خلينا في العقوبات. خلينا في العقوبات. تمام. يعني في قاعدة بتقولك كده يعني من امن الاقراب اساء الادب. فما ده ما عندكش اعقاب وقانون رادع. لن تجد احد ينضبط على الاطلاق. ولا احد يلتزم. ده مش عندنا بس ده في كل انحاء العالم. والعالم ماشي منضبط. وماشي ملتزم. لان اي حد عارف ان هيخرج عن المصر هتطيطع لقابك. سواء مسؤول. او لاعب. او مدرب. او حكم. او اداري. او مشجع. طبعا فعند النقطة دي. ثانية واقولك. كان فيه آآ لوايح. وكان في آآ آآ عقوبات. لكن مكان يعني بيشتغلوا به. من يعني اسابيع وليلة. انه رئيس نادي يرفع صمات التليفون. طب معلش. طب نكتبع نتكلم قعدة عرب. ده كان اللي كان بيحصل بصراحة. كانت حل. فالنقطة اللي حداتك بتتكلم فيها دي. ان ده لازم يتم نسفه تماما. تمام. اذا لابد من ان تكون عندنا قوانين. واضحة. ومحددة. وتطبق على الكبير قبل الصغير. وتطبق بشكل قوي لا رحمة فيه. عشان تقدر تعمل ده. زي ما عملت انجلترا. صح. مع جمهورها. الجبار. المنفلت. اللي بيكطر اي حاجة. اللي بيروح تكرار المنعب. الى جمهور قعد دلوقتي. ما فيس اصوار بالنسبة له قدامه. ما يدرش. يؤمن على الكرسي اللي وقعد عليه. فانا عشان اعمل ده يا كابتن. يعني مبادرات لا للتعصب. والتي عملت جميلة. والفكرة حلوة. وزال فل. والكلام جميل. بس الكلام لوحده ليس كافيا. الكلام وحده لا يكفي. عشان اعمل كلام. لابد ان يكون وراه قانون. يقدر يحكم. لو انا عندي قانون. ما كانوش اي ح من المشاجعين هيطلع هيعمل اي سلوكات خارجة. لا قبل ولا بعد ولا حاليا. دول عملوا لان عارفيني ان محدش يحاكمهم. لو في اي محاكمة اي مسؤول ما كانش هيطلع ويتطول ويسب ويشتم زي ما هو عايد. او اداري. لو في قانون رادي ما كناش شفنا المشهد اللي شفناها اللقطة. اسوأ اللقطة في المباراة في الاخر. اللي خمس لعيبة من نادي زماج بيضربوا في لعب من نادي الاهلي. او كسونجو بيطر في الهواء ويضرب باجي. يعني الناس دي لو انا كلاعب الكورة. عارف ان المستقبلها ينتهي في اللعبة دي. وعارف ان في عقوبة رداعة تطبق. ده ما كانش هيحصل خالص سواء من الاتحاد المصر او الاتحاد الافريقي. فالاقوبات هي الاساس في الموضوع. علشان امنع التعصب لابد ان يكون عندي قانون يواجه المشاغبين ويواجه المتعصبين. انت عمرك ما هتمنع المتعصبين انك تقول تتحيل عليهم وعشان خطره وعشان خطر مصر وعشان خطر الاهل والزمالك وإحنا اخواته. كم ده عمر ما يأكل. بصة كابتن الناس دي ما يكونش معاك كلام ده خالف. عندك حق. دولا لا يعرفونا الا القوة العمياء للقانون اللي يطبق على على اي حد. ويطبق على جمهور الاهل وعلى اهل وعلى اي حد. احنا عايزين من بلد دي. بلدنا تبقى قيمة احنا قدمنا على فكرة ماتش اهل والزمالك صورة عظيمة جدا. ده حقيقة. ده ده استمرار لسؤال حضرتك. قدمنا صورة عالمية للاهل والزمالك. قدمنا مباراة محترمة. قدمنا تنظيم مشرف. يمكن لو كانت لوحة الجماهير كانت موج قدمنا حاجة زي اللي بيحصل في اي ما زي اللي بيحصل في ويمبلي. زي اللي بيحصل في الكامب نو. يعني كنا قدمنا حاجة زي كده يعني. لكن الحمد لله الردود الافعال العالمية اللي اننا تبعتها. بتشيد باداء الاهل والزمالك. بالمستوى الفني. ان مصر فيها كورة. مصر فيها فريتين عظيمي. بتشيد بالتنظيم المصري للمبرارة. بتشيد بالسلوكيات. بتشيد بالتحكيم. بتشيد يعني مصر بقترينة العرض بتاعت افريقيا. وده شيء عظيم وشيء مشرف. طب ما نكمل. للصورة بقى. ما نكمل الصورة بقى. عندنا انضباط وعندنا الواية وعندنا نظام وعندنا قوانين تطبق على الناس. كل لو تبقى حاجة محترمة جدا. اعتقد ان ده لو تطبق. حنبقى يعني وضعنا اساس لمنظومة. لانه لا منظومة في ظل الفوضى وغياب القانون وغياب العقوبة. خاصة ان المباراة دي. زي ما حضرتك قلت في عيون الصحافة العالمية. كانت يعني حاجة تشرف يعني. فعلا بس انا عايزة هنا ارجع برضو. لفكرة الشغب اللي بيحصل. التطاول. الت تجاوز. هل ده بيعملوا ليحة؟ ليحة. صدرة من اتحاد الكورة ولا تجتمع فيه جهات مسؤولة. المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. اتحاد الكورة. وزارة الشباب والرياضة. قانون الرياضة نفسه يا فندم. قانون الرياضة نفسه. قانون الرياضة نفسه. اللي احنا عادنا نقول عايزين نعمل قانون الرياضة. فيه ابواب كاملة لمكافحة الشغب. صحيح. انما انا مشوفتش من يوم ما تعمل هذا القانون اي تطبيق لقواعد مكافحة الشغب. ومكافحة الشغب زي ما قاله استاذ محمد القوسي. مش بالطبطبة. مش بقادة العرب. لا. لا. يعني انا مفيش مسا ناجي اقولك. عشان احبك بقى لازم تلتزم وتلبس حزام. وانت في العربية مسا. او ما تتكلمش في الموبايل. على طول بتلاقي العقوبة جاهزة. اي اصلا ما يعني. لا فرق بقى بيني وبين اي حد عادي او واحد اعلى مني. يعني ما هو. القانون على الجميع يا صدر. اه. المساواة. المساواة في التطبيق القانون. هي اللي بتدي بتفعل قيمة القانون. لكن احنا عندنا القوانين واللوايح. موجودة. 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 اه. بس احنا نطلعها يا جماعة من الدرج. وانطبقها. والله يبجاد. يبقى المشكلة في التطبيق يا استاذ محمود. مش في القانون. مش في وضع القانون. احنا عندنا. حضرتك هو عمل القانون. لكن ما وضعش قال ليه التطبيق. يعني لما حصل الكلام ده بعد ما اعتمد اعتماد. حصلت مباراة. مباراتين متتمة بين مباراة للأهلي. مباراة للزمالك. يعني في الدولة. وحصل فيهم تراشق. لما سألنا وزير الرياضة قال لك مش انا المسؤول. طب سألنا التحضة تقول لك. والله ما ليها العلاقة. وحدش الدين الفرصة. طب نسأل لك. الله يهي المشكلة. ماشي. انا بقى بصي. هنا راحت فين هنا الموضوع. هنا خلاص هنا. تاهت ايه. بالتوء المسؤولي. لا تاهت هنا القليل. لا. ما انا بقول لحضرتك. ليه بان انا بقول لحضرتك. انت هنا يعني هاخدني. هطلع سنا برا كده. لما جيبنا موسيماني. في الاهلي. ضلعت الناس تسخر. وجابين المدرب من جنوب افريقيا. وكأنه مثلا. يعني احسن من جنوب افريقيا مكسر هنا. لما رحنا لعبنا نهاي الفين واحد. الاهلي. في ساندونز. اللي هي استرد البطولة بعد 14 سنة. وحنا داخلين الملعب. لقينا صور متعلقة. لناس كتير جدا على اماكن كده. ومكتوبة عليها ممنوع من الدخول ست شهور. ممنوع من الدخول ثلاث شهور. ممنوع من دخول شهر تطبيق. ليه؟ هنا الناس يعني عاملة ايه؟ في الامن. في حاجة اسمها الامن الداخلي للملعب. الامن يعني كل مثلا. كل باك يا فلستاد خمسمية مقعد على فكرة. لو انت عملت ما عامل اوروبا. وكان الكلام ده تطبق من ايام الوزير اللي عامل في فرونا ما عامل طرح فكرة مش عارف مين. وقانون الشغب. ونعمل ونجيب امن من الداخل. خاص. وتعيين يخرجين تربية الرياضية. بدل ما مسلا. يبقى عندك مسلا في كل ملعب الفين الى ثلاثة. كل جزئية بيبقى فيها تلاتة اربعة. انت تطلحس الكلام ده في اوروبا. يبقى بتاع الامن دول عارفين اشخاص الناس اللي عاديين لما بيحصل خروب على دول بيتسيجل. بدلين هم سهل جدا لو حد رمى. اي حاجة من الملعب رمى موزة. ولا رمى مش عارفين بيتجاب. لما تشتم. مسلا امانيولي ديابور مرة في مرة في الدول الانجليزي. الستمائة مقعد دول اتقفلوا. ممنوع يجبوا ستة شهور. يعني انا اقول لك اذا لما كانش الكل عايز الصالح ان احنا عندنا كرة نظيفة. وتشجيع مهزب. حتى يعني تدريجيا يتم الموضوع ده. ورغم الاشتراكات كمان عملتها نيابة بوضع الكاميرات والكلام ده كله ما اتطبعش لسه. يعني ايه. طبعا ده محتاج كان مفروض بخطة كبيرة جدا. فالمسهد نحنا عاملون نقول نحنا تعبنا. تعبنا فعلا بأمانة جيدة. من الكلام ده. ولازم يبقى في القانون له يد وزراع قوية تطبق لانه. انا لا يردين جمهور يخرج ضد اي لعب. ولا يردين جمهور النادي تاني يخرج ضد لعب تاني. ولا يردين التصرفات الصبيانية. وانها تتساب. ولازم الناس كلها تعرف ان هي العينين بترعيبها. ويد قوية تجيبك لو انت فين. لما شعر انا كده. زي ما بتشعر انت سي عربيتك. بعد ما تحط البتاع ده. كله عارف نفسه انه هيخرج على النص. هيلق على طول جيده رسالة على الموبايل. خلاص. فيبقى عامل ايه. راب عامل كرفتته. وربط حزامه. واعد مستعده. عارف انه في حد ايه. هيجيبه. انت هنا محتاجة في الملعب. عشان تبداي تفكر حتى لما ترجع الجمهور. يعني انجلترا اعلانت دلوقتي انه خمسة ديسمبر بداية عودة الجماهير. رغم الظروف دي كلها للملعب تدريجيا. خلاص. ابي انت عاوزة ايه. مش عاوزة يبقى عندك حتى شكل في المدرك. يبقى فيه حتى بداية تبداية خمس سلاف بعشر تلاف. اذا ما كانش عندك الاليات. اللي هتطبقيها. وحد ينفس. وتبدأ الاندية تتولى مسؤولياتها. مسؤولة. وان انت مسؤول عن جمهورك. يبا الموضوع بكم لزي. ايه. يا استاذ محمود. انت دايما هو النهاردة العقاب تلع من مين. تلع من رابطة الاندية المحترفة بالدورة البريميال ليك. لان فيه اقاب. فتلع على كفاني. مجرد ان نزل تويتا بيلمح بس بيلمح فيها بعنصرية. فممكن يتم اقافه لثلاث مباريات. استاذ محمود احنا دلوقتي في اتحاد القرى بيحط ليحة. وبيحط يعني رابطة الاندية المحترفة على مستوى. حتى المستوى الممتاز به. والدورة الممتاز. هل من رأيتك طبعا ناقد كبير وليك تاريخ. ان فعلا ممكن نشوفي السنة جاية رابطة اندية محترفة. وهذه الرابطة بيتطبق ليحة كاملة. خاصة ليحة العقوبات بشكل مباشر وشكل صريح. عشان نبدأ نحط بقى رجلين على الطريق صحيح. ولا انت شايف الامور هتاخد مننا وقت شوية. يعني الدورة هي بدأ امتى بعد يوم حداشر. حداشر ان شاء الله. في اي حاجة حصلت. في اي بوادر. في اي اتجاه العمل. احنا نتكلم لسه الانتخابات كمان شهرين. احنا نتكلم لسه. اقصد ان المفروض الرابطة الاندية دي مفروض تبقى قبل بداية الموسم. عشان هي اللي بتشتغل مع الموسم. نعم. انا يعني زي يبدأ الموسم وبعد كده اشكل الرابطة. ما هي مفروض يبقى. قصد حضرتك ان انت. مرتبط بانتخابات. لا ده استاذ محمد قصد انه مفيش بوادر يعني. انت بوادر مش موجودة يعني. وانت الموسم الجديد خلاص بازة. عيدة. اه. ده النهاردة من اللايحة الاساسية اللي موجودة في تشكيل رابط. اه تشكيل رابطة للمتاز ولمتاز. اه. طبعا. جدا. الى ان تعتمد اللايحة دي. والجماعة العمومية اعتمدت ده كمان. اه. الى ان تعتمد اللايحة دي اه اه نقدر نتكلم يعني. لكن انا انا بشكل عام مش متفائل بالنسبة لنقطة دي. مش متفائل. لاني مش شاف اني لها تنظيم معين. وانا يعني اه. وجهة نظري ان انا جيب نموذج وطبقه بما يتناسب معايا. مبدئيا. لغاية ما يبقى ليها شخصية موجودة في المكان يعني. بس اللايحة لسه لغاية دلوقتي نهاردة مكان فيه نقاش وخلاف كبير جدا. على بعض البنود اللي بيتم صيغتها في اللايحة. منها باند التمن سنوات مسلا. اه. 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 يمكن الجماعة العمومية الغت. مش اقرت الباند. بس اقرته ان يبدأ من الدورة دي. يعني خلاص. بدون اصر راجعي. فهمهم بيصيغوا المادة. اه. 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 وصلتني معلومات ان اللجنة الخماسية عايزة تخليه باسر راجعي. فحصل صدام ما بين اللجنة الخماسية. الجماعة. وبين المجموعة اللي ممثلة للجماعة العمومية. وحتى اللحظة ما دخلنا نهو انا ما كنتش عافظ اصدام ده اتفك ولا لا. ان كان فيه مشكلة كبيرة جدا. طبعا لو اتحاد الكورة غير الكلام اللي تقال في الجامعة العمومية. ده هي مشكلة كبيرة جدا. وهرجعنا الورا كتير جدا. وسمعتي كمان ان موضوع التمن سنوات انك ممكن تكون عادت تمن سنوات ممكن تراشع نفسك بس المنصب اعلى. اه. لا ده تلغى يا كاب. ده خلاص ده اكيد. كل ده تلغى. كده مقترح. مقترح. اه. وخلاص يعني ان يعني قاله الجماعة العمومية اتفقت على ان التمن سنوات تبدأ من الان. وليس باسر راجع. تمام. فلكن ما زال هناك الخلاف ان اللجنة عايزة تخليها باسر الراجع. والجماعة العمومية مسر انه هتخليها باسر راجع. ففي مشكلة كبيرة جدا متحللتش قد ده وقتي. قد يعني تصل للفيفا في بعض اذا ما وصلوش للتوافق فيها. وزادة الاندية. وصلوا الى انه كان برضو بيطالبوا ان العدد. عدد العدد خلاص مية اربعة وثلاثين. مية اربعة وثلاثين. اه. خلاص. مية اربعة وثلاثين. اه. مية اربعة وثلاثين. ما كنت سمع انه أعضاء الجماعة العمومية نتمنى أن الله تعبر عن الكرة المصرية وتعبر عن الأندية وتساهم في تطوير كرة القدم بشكل عام وتهتم بالقاعدة اللي هي الأساس في كرة القدم اللي هي بتطلع علينا بدون قاعدة تباعدك في كرة القدم صحيح احنا بنشكركم جدا جدا شرفتونا شكرا جزيلا ألف ألف مبروك لكل الآلوية شكرا جزيلا لك أستاذ جمالي شرفتنا أستاذ محمود والأستاذ محمد كده شكرا جزيلا لك